السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور ربي اسماعيل يحييكم اخباركم اي يا رب تكونوا بخير ازاي تعرف ان بيتعمل عليك بيزنس يعني انت روحت للدكتور وعاوز تعرف الدكتور ده امين وشاطر وماشاء الله يعني ان شاء الله كل الدكاترة تكون امينة او الدكتور ده بيشتغلك وبيعمل عليك بيزنس اه ليه بقولي الكلام ده لاني جاتلي اكتر من رسالة واحدة بعتتلي رسالة بدون داعي لذكر الاسم عندها اربعين سنة بتقولي عندي سكر وباخد داوة للسكر ومتزبط روحت للدكتور عشان ازبط لي داوة السكر معنديش شكوة في القلب بطلع السلم عادي وانزل عادي اه ممكن انهاك شوية بسيط لكن ما بيجيليش سككين في سدري وانا ماشي ولا وانا طلع على السلم يعني مجهودي كويس راح ازبط السكر اما عمل لي ايكو موجات صوتية على القلب اشياء على القلب يعني قال لها اه ده في مشكلة في عضلة القلب ومحتاجين نعمل اسطرة وبعد الاسطرة هنشوف ازا كان فيه دعمات ولا لا عملنا اسطرة لقيت شرايين دايقة فمحتاجين نعمل تلات دعمات بتقولي يعني صرفت اللي وراي واللي قدامي دفعت اكتر من سبعين الف جنيه ومعداش كم شهر كده وحسيت بواجع في سدري وانا ماشية روحت له قال لي اعملي كده اسطرة تاني نشوف الدعمات اللي ركبناها جارة فيها ايه عشان في الاسطرة بقى فيها مبلغ كويس برضو الاسطرة بخمس ست سبع تلاف في ناس بشوفهم دفعوا عشر عشرين الف في الاسطرة بس والدعمات ستين سبعين تمانين الف سبحان الله ده وحنا بنعمل الاسطرة بقى بنبص لقينا الدعمات تسدت انت لازم تعملي عملية قلب مفتوح لان مش هينفع نركب دعمات تاني وهي رايحة تزبط سكر بس فلما تكون رايحة لدكتور على رجلك والكلام ده قالوا معايا اسادزة كتير منهم دكتور معهد القلب كنت عملت معه لقاء هتلاقوه على القناة قالك لما تكون رايحة على رجلك عادي ودخل للدكتور على رجلك عادي ويقولك اسطرة ودعمات خلي بالك ليكون فيها بيزنس أما تكون رايحة على أزمة ومتشال والإسعاف شيلك دي عادي دي كده أزمة وجلطة حدة في القلب روح يعمل اسطرة ولازم تكون في أول ساعتين ثلاثة قبل ما حتة من القلب تموت لان الشرانب مقفول ومحتاج يتفتح أفضل مقفول ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى من القلب ماتت ملوش لازمة أصلا تعمل دعامه وتفتحه خلاص عضرت القلب ضعفت بدل ستين في المية بقت تلاتين في المية ولا حاجة وعشرين قلت فبالتالي خلاص اللي مات من القلب مات ملوش لازمة تعمل اسطرة لكن القصة في ايه واحد راح على رجله عادي بينهج بسيط ولا ضربات قلبه بسيطة ولا راح يضبط سكر ولا راح يضبط ضغط يتقوله بقى يلا ونعمل رسم قلبه وبعدين نعمل أشعة والأشعة بينت ان فيه شرايين ديئة كان بيقول هلا الله ما سيب الخير دكتور محمد عيد فوزي يا أستاذ القلب يقول لي حتة انك تشوف شرايين ديئة من الإيكو دي محتاجة خبرة وحاجة كده بالدماغ يعني ممكن واحد يبص يقول لك آه ده فيه يعني فيه حتة من القلب مش بتتحرك كويس كله بيدق حلو وواحد تاني يقول لا ده كله بيدق حلو والحتة دي ما بتدقش حلو قوي يعني مش بتتحرك جامد زي بقيت اخوتها فيعني ها يبقى دي مش وصل لها دم يبقى كده عوزين أسطرة ونعمل دعمات ويمكن يطلع الراجل عنده 60 سنة ولا حاجة وشرايينه ديئة كده كده عشان سنه ويقدر يعيش بيها ويكمل بيها 100 سنة كمان وانت تخش تلعب فيها وتحط له دعمات وحديد ما هي حاجة جسم غريب تتنصف فيها دهونه وتتسد ويتعب أكتر ويبقى مريض قلب بعد ما كان جاي لك ماشي على رجل خلي بالك وتفرج على حلقات دي تفيدك وشيرها واشترك في القناة عشان الناس كتير تستفيد وكل لأسات زيتنا في مصر من الناس الشرفاء اللي عندهم ضمير بس خلي بالك وخلي عندك تركيز واعرف انت بتعالج ايه واقرأ عن المرض بتاعك قبل ما تعمل اي حاجة في القلب خاصة اللي هو عملية او دعامة او أسطرة الا لو فيه أزمة حدة في القلب هتمنى تكونوا استفدتوا أزمة حدة والإسعاف شليتك ساعت هده اللي تروح تعمل أسطرة وضعامة ولازم في أول كم ساعة هتمنى تكونوا استفدتوا بالمعلومة دي كان معكم الدكتور ربي اسماعيل أشوفكم على خير في دعاية الله